النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاس نتاغ والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سنافاب وكذا النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد ثلاثتهم وجهوا رسالة إلى المكتب الدولي للعمل عبر فرعه بالجزائر فحواها جملة من الشكاوي ضد ما أسمتها ذات التنظيمات بالممارسات المشينة التي تمارسها الحكومة الجزائرية ضدهم كالتضييق والاضطهاد والتعسف لا سيما بعد تسريح العديد من القيادات النقابية إلى جانب مندوبين النقابيين من مناصب عملهم بسبب نشطهم النقابيين مع متابعتهم قضائيا النقابات السالفة الذكر وردت في رسالتها للمكتب الدولي للعمل أنها تقدمت بعدة شكاوي لوزارة العمل وتشغيل والضمان الاجتماعي لكن هذه الآخرة تجهلتها حسب مدوني الرسالة ولم تقم بحماية النقابيين وتفعيل الاتفاقية الدولية 135 المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين مما اعتبروه انتهاك كبير لهذه الاتفاقية في موادها من 2 إلى 5 وضرب عميق للعمل النقابية هذا ونوه المشتكون أن هناك من يملكون أحكام قضائية تقضي بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم ولكن بقيت تلك الأحكام حبرا على ورق بحد تعبيرهم داعين المرسل إليه بالتدخل وإجبار الحكومة الجزائرية على احترام القانون المحلي 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وتفعيله واستعمال كل الميكانيزمات الدولية المتاحة من أجل حماية الحق النقابي في الجزائر ترجمة نانسي قنقر